اشتركوا في القناة شهر رمضان وتؤدى من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر هذه الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام ولها جلالها وعظمتها في نفوس المسلمين وقد واظب عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكما روى الإمام البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فكان يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وكذلك واظب عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم وقد رغب نبينا صلى الله عليه وسلم في أداء صلاة التراويح فكما روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أي من أحيا ليالي رمضان بالقيام وبالذكر وبقراءة القرآن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى محتسبا أجره عند الله تبارك وتعالى غفر الله عز وجل له بمنه وكرمه ما تقدم من ذنبه وقد امتدح الله سبحانه وتعالى من يصلون قيام الليل فقال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قيل لمن يا رسول الله قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وثابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام لذلك من المحافظة على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نداوم على صلاة التراويح حتى نحظى بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم ومنه الهداية وبه التوفيق